نسمع مقالة هو عن تشجيع الاستثمار ودعم الصناعة الجزء الثالث وده اللي أنا بعلنه لأن دي كانت أحد الشكاوى اللي موجودة أن بعض الشركات الصناعية كانت دايما بتشتكي من موضوع الحصول على أو إتاحة الأراضي المشاعات الصناعية النهاردة أنا بقول أن إحنا كدولة حنتحول لنظام حق الانتفاع في الأراضي الصناعية أنا الدولة لا تعنيني أن أنا أكسب من تمن الأرض في أي شيء بالعكس فإحنا بنتيح أنه هيبقى الموضوع بنظام حق الانتفاع للأراضي الصناعية وبتطلق بلا قيود والجزء الثاني حتى الأراضي اللي حتملك التسعير فقط بقيمة المرافق قيمة المرافق فقط هي اللي دي تتعمل وتتعمل بتقسيط لأصحاب المصانع علشان نشجحهم على الإسراع بعملية التنمية تسهيل إجراءات شركات النشأة ويمكن دي يمكن النهاردة بناء على توجيهات فخامة الرئيس النهاردة كل الشباب النهاردة بقى كل التريند هو موضوع الإسراعات ريادة الأعمال والحقيقة من خلال التواصل معاهم هم اشتكوا من صعوبات كبيرة جوى مصر وعشان كده النهاردة كانت توجيهات فخامة الرئيس بالكلام اللي قدام حضركم أن النهاردة بقى فيه إمكانية التوجيه أن يبقى فتح وغلق هذه الشركات يبقى باختار من خلال الإنترنت وأن يبقى فيه سماح بفتح الشركات الإفتراضية دون التقايد بوجود مقر فعلي للشركة تعديل القوانين بتاعتنا للتوسع في إقامة المناطق التكنولوجية وتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد اللي هي بتبقى شركة من مكونة من فرد وأيضا بالنسبة للمعدات والمستلزمات الإلكترونية أنه نسرع جدا من عملية إدخالها للدولة المصرية إحنا النهاردة واخدين قرارات ونتلع بها قرارات من مجلس الوزراء بتيسير إجراءات إصدار الترخيص والموافقات إحنا حدين حط أقصى عشرين يوم عمل لإنهاء كل الإجراءات كل الموافقات وكل الإجراءات اللي كان الناس بتشتكي النهاردة قرار مجلس الوزراء إن الحد الأقصى هو يبقى عشرين يوم عمل وإن فيه يكون هناك جهة واحدة اللي بتتعامل مع المستثمرين المدن الجديدة ويمكن هنا سمحولي إن أنا أعلن عن شيء مهم جدا إحنا هنا بنتكلم إن إحنا كحكومة حنطلق في خلال الفترة القادمة قانون جديد حيعفي المنشآت الصناعية والتنموية اللي حتنشأ في مدن الجيل الرابع وفي أنشطة محددة إحنا بنحددها من الضرائب لفترة زمنية معينة يعني غير الحوافز اللي حتتمتع بيها كمان حيبقى فيه إعفاء ضريبي لفترة ما بين 3 إلى 5 سنوات من ساعة تشغيل المشروع يقدر صاحب هذا المشروع إنه هو يعني يتمتع بإعفاء ضريبي يعني عشرين يوم عمل إيش خيال يا ناس يعني أتمنى إنه يعني التطبيق يكون بهذا الطموح يعني هذا برنامج الحياة طموح جدا يعني أتمنى إنه تطبيقه يبقى بنفس طموحه ونفس حماس السيد رئيس الوزراء هو شئر يعني وأنا بسمعه زي ما بنقول موسيقى في أذني ميوزك تمائير تمام المهم بقى إنه عشرين يوم عمل يعني أنتم متأكدين يا جماعة عشرين يوم عمل عشان أخلص الترخيص ده برضو إذا تم تطبيقه طبعا ده شيء يكون خيال يبقى عظيم يبقى كده إحنا زينا زي الدول اللي حوالينا بتنافس وبتجذب استثمارات حقيقية اللي عندها صناعة حقيقية وقدر أنها تنافس هو ده اقتل البيروقراطية يعني ده الحاجة مثلا يعني فيه إحدى الشركات اتصلت بي عايزين يشتغلوا فيه التصوير السينمائي مش عارفين يعني فيه ناس مثلا في ده ده صناعة لوحدها الناس بتصور الهرم في المغرب الناس بتصور في الصحراء في الأردن ده أنا بتكلم هنا على الأفلام الأجنبية كل حاجة معقدة الترخيص كلها معقدة فلو أنت بتكلمني على ودي صناعة على فكرة أنا هنا بتكلم على صناعة السينما ده صناعة في حد ذاتها فأنا هنا بتكلم على عشرين يوم ترخيص ده شيء يعني أتمنى أنه هو يحصل وده يحدث وده خيال ولكن إذا تحول هذا الخيال إلى واقع فنحن سأ يعني نتمنى أن إحنا من خلاله نرى واقعا جديدا ترجمة نانسي قنقر